بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة والأخوات مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء كل عام مع أفضل الجوائز جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مبارك عليكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بخير قبل أن نبدأ فعاليات المحاضرات الدينية لهذا اليوم للدكتور عمر عبد الكافي ومحاضرة هذا اليوم بعنوان رجل تستحي منه الملائكة نذكر الجمهور الكريم والمشاهدين الكرام عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي بأن فعاليات هذا اليوم برعاية كريمة من النيابة العامة في دبي غرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة الصحة في دبي الآن أحول المايكروفون إلى سعادة المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ليعلن عن الشخصية الإسلامية للدورة العشرين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أيها الأخوة الحضور أيها الأخوة جمهور جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ومتابعيها سواء كان في داخل دولة الإمارات أو في خارجها في أي مكان من العالم يسعدنا أن نزف إليكم في هذه الليلة المباركة من أيام الشهر المرنطان المبارك الفضيل اختيار شخصية الإسلامية للدورة العشرين دورة الشيخ راشد بن محمد المكتوم للقرآن الكريم شخصيتنا كما تعلمون أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم توفقت خلال فترة سابقة وخلال تسعة عشر دورة في اختيار كثير من الشخصيات الإسلامية سواء كان من العلماء العلماء الأعلام الذين أثروا الحياة الفكرية والدينية لجموع المسلمين في شتى أقطار العالم أو من الحكام الرواد الذين خدموا مجتمعاتهم واليوم في هذه الليلة نعلن لكم عن اختيار الشخصية الإسلامية لهذه الدورة شخصيتنا الإسلامية هو فضيلة الشيخ محمد علي بن الشيخ عبد الرحمن سلطان العلماء وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتتلخص سيرته الذاتية في أنه من مواليد عام 1920 أي قارب على 96 عامة مدى الله في عمره ونفع بعلمه درس على يد والده الكريم الشيخ عبد الرحمن بن يوسف سلطان العلماء وتخرج من تحت يده تحت يد هذا العالم الفتحل ثم رحل إلى الهند ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وحصل على قصد وافر من التعليم ثم عاد إلى بلده ودرس في مدرسة الرحمنية التي أنشأها والده ثم بعد وفاة والده في حدو سنة 1940 قام بشؤون المدرسة والآن المدرسة الحمد لله يعني مدرسة من الابتداء إلى الجامعة أنشأ كثير من المشاريع التنموية في بلده في بلده اللوم حوالي أكثر من مئتين مشروع تخرج على يده مئات وآلاف من الطلبة الذين أثروا الحياة العلمية سواء كانوا أئمة مساجد أو مدرسين أو غير ذلك من قيام بعملية الفتحة فتح مجلسه العامر للرد على استفسارات الناس وإلى الرد على فتياهم ألف ما يقارب من سبعين مؤلف ثرية منها المطولات ومنها المتوسطات ومنها القصيرات أهم ما ألفه صورة العرفان في تفسير القرآن طبع عدة مرات في دبي وفيها الدوحة وغيرها وهو في عشر مجلدات إلى غير ذلك من العلوم التي ألف فيها والتي تربع على سبعين مؤلف وقد لقيت تعاليفة والقبول وطبعت مرات عديدة وانتشرت في بلاد كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة